نور محمد طيب خريعة تدي معاك انت كنت في بيراميدز كمدير مدرب حراس مرح ايه اللي حصل يعني مشيت ليه من تدليل حراس مرح قضينا فترة كويسة مع نادي بيراميدز وكل احترام كده كان طبعا في جهاز مستر دي صبر وقضينا فترة كويسة جدا كان في الدوري مباراة الدوري او في الكون فدرالية والحمد لله يعني احنا وحنا مشيين كنا اول المجموعة بتاعتنا قضينا ثلاث مباراة من الدورات التمهيدية قبل دوري المجموعات ايتوال وشباب بولزداد ويانج افريكانز وبعد كده وصلنا الدوري المجموعات وكننا الحمد لله ماشيين كويس فيها وفي الدوري يمكن حصل شوية مباراة كده فيها تعادلات كتير شوية أما كان أسوان ويمكن هزيمة من الجونة في الآخر يمكن دي سبب يعني من الإدارة كان زمالك أسوان الجونة كنتوا قريبين انتم من المنافسة بشكل جديد كنا قريبين وكان تعرف كان أول سنة للنادي بيرو اللي هو يشارك في بطولتين أو ثلاث بطولات لأنه دخل الكاس في النص فعارف انت تشتت كان فيش سنة تشتت كده ولكن طبعا هو النادي كبير واللعيبة لعيبة كبار يعني فخدوا وقت شوية على ما وصلوا ان احنا نلعب في ثلاث بطولات فكانت بتوع منك مرشاة في الدورية تركيز مية في المية كان في البطولة الأفريقية في الكنفدرالية كنا منطلع فيها كل حاجة كل حاجة من تركيز لأداء لنتائج يعني الحمد لله في فضل الله عملنا نتائج كويسة جدا لحد ما مشينا كنا وصلنا للمرحلة اللي احنا منكسب بر وجوة أو أخص بر حتى في ماتش شباب بولزداد كان هناك كالخيرس واحد واحد خلصنا هناك واحد سفر الحمد لله في فضل الله مباراة صعبة جدا يعني معظم الناس توقعت ان احنا ممكن يكون خرجنا ولكن الحمد لله يعني عملنا نتائج كويسة جدا فأسرت شوية على الدوري ونتائج الدوري فمن هنا يمكن حصل شوية تخلاف ولما جينا نمشي كنت مضمن الناس رغم ان النادي كان بقى مانا تمسك ان انا بقى موجود والله انت الوحيد اللي مشيت يا محمد ولا لا لا كله مش كله ماشي بس لا النادي كان متمسك اللي انا بقى موجود مع الجهاز في وجود مدرب حراس مرمى كرواتي يعني هو الجهاز تبقى مساعد لي طبعا انا لما هاني تكلم معايا وكان باستشارة من مش مال اسمه مضوع عيد طبعا كنت يعني رفضت يعني طبعا بحب النادي وبحبهم كلهم كاشخاص ولكن بالوضعية دي والشكل ده رفضت اللي انا بموجود يعني هما كان حتى في تجربة سنة اللي فاتت انه بقى فيه اتنين مدربين حراس مرمى وحتى هما قالوا لي قالوا لي طبعا فيه في اوروبا كتير كده يعني اتنين مدربين حراس فقالتنهم بالسواق طبعا انا باحترمكم كنتش معاك بلان تاني اصلا محمد يعني يعني اللي بيرفض مثلا حاجة زي كده خصوصا ان ممكن تقول زي ما بتكلم كده في اوروبا فيه جزئية دي ممكن يبقى الفكر ده موجود لكن فكرة ان انت تتعلم مثلا ان المدرب حراس المرمى في مصر يبقى يا جنبي ده قولاي الاول شوفتها في الاهلي لو انت بتتكلم في بيرامدز يعني ده كانت فرصة انك تتعلم حاجة بدل ما من حد ممكن يكون دايما نحن بنقول الخواجة يعني لحنا نتكلم لحد ما الواحد هيموت بيفضل يتعلم وده مش عايب تمام وانا من النوعية اللي حب اتعلم ولكن في الوقت ده ما كانش ينفعل انا اقعد بعد احترام الكل اللي موجودين في النادي وبعزهم ويعني وعلاقة بيهم كويسة جدا يمكن هاني اللي كان بيتكلم معي هاني سعيد كابتن هاني فاول تلوبوس كابتن هاني يعني الوضع مش هيسمح لاني انا حتى شكلي مع الحراس بالتويب مش هيبقى كويس انا طبعا انا اللي بحط البرنامج بتاعي وانا اللي بممرا وانا الحمدلله بفضل الله الحراس كان في الفترة دي ماشي بشكل كويس جدا المهدي سليمان يعني بفضل الله عمل مبارات حتى وانا ماشي كان هو اللي بيلعب الشناوي المبارات اللي لعبها ادف موظم مباريات بشكل كويس جدا ايه تغربت برم